موسيقى بينهم امر بالجيش استشهاد مقاتلين بتعرض ارهابي في ديالا والحجد يكثف انتشاره باتجاه صلاح الدين موسيقى البرلمان يقترب من انتخاب رئيسه تقدم يعد المشهدان الاوفر حظا والاطار يتجه لحصم الملف سريع موسيقى مع النأي عن بعض المصطلحات العراق يدعم اقامة دولة فلسطين والاحتلال يحشد الاجتياح رفح موسيقى اهلا بكم ميلا نشرة اخبارية نفصل من قناة الرابع والا التفاصيل حيث ناقش رئيس مجلس الوزراء محمد الشاعر السوداني مع رئيس مجلس القضاء العلى القاضي فايخ زيدان السبل الكفيلة بتدعم سيادة القانون وترسيخ الامن والاستقرار والسلم المجتمعي وبحسب بيان لمكتب السوداني فان اللقاء شهد ايضا البحث في عدد من المواضيع ذات العلاقة ببعض الاجراءات القانونية المتخذة في مختلف الملفات فضلا عن جهود الاجهزة التنفيذية والقضائية في التنصيق المشترك لمكافعة الجريمة بجميع صورها ميدانيجا استشهد عدد من مقاتلي الجيش بينهم امر بتعارض ارهابي بين ديالا وصلاح الدين وزارة الدفاع في بيان انكدت استشهاد العقيد الركن خالد وسهك وعدد من مقاتل الفوج الثاني نتيجة تصديهم تعارضا لداعش ضمن قاطع المسؤولية وبحسب مصدر الامني فان الهجوم ازفر عن استشهاد اربعة مقاتلين بينهم امر الفوج واصابة ثمانية اخرين اكد الحجد الشعبي زيادة العمق الامني باتجاه صلاح الدين من جهة الديالا الى ثلاثة عشر كيلو متر القيادي في الحجد صادق الحسين قال ان الخطوة تأتي لتأمين حدود الديالا وقرها المحررة ضمن حوض الاعظيم وقطع الطريق امام تحركات فلو لداعش الارهابية لافتان لان العملية تضمنت عادة الانتشار والتموضع وصولا الى نشر المرابطات افاد مصدر امني باغتيال المعاونة لداريلي مستشفى بعقوبة نبيل الشمر في هجوم مسلح وقال المصدر ان مجهولين اقدموا على تلفيذ عملية اغتيال الشمر خلال توجهه الى مكان عمله لافتا الى ان الاجهزة الامنية طوقت مكان الحادث وبشرت بجمع المعلومات الاستخباراتية لتحديد هوية الجهة المنفذة واسباب الاغتيال القت قيادة شرطة الكرخ القبض على عدد من المتهمين في العاصمة بغداد خلال الممارسة الامنية الحالية القيادة في بيال لها اوضحة العملية اصفرة ارتقال ثلاثين متهم في منطقة تيجادورة وابو غريب وافق مواد قانونية مختلفة ولافتان الى اصطحاب المتهمين الى مراكز الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم اكد عضو حزب تقدم احمد ادوريان النائب محمود المشهداني هو الاوفر وحضر للعين مصيب رئيس الفرلمان ادوري خلال استضافته في نشرة سابقة اضاف ان قوى الاطار التسقي واغلب الكتل السنية داعمة للمشهداني السرطة القادم سيكون هناك جلسة وستتضمن في جدول اعمالها المحور الاول سيكون انتخاب رئيسا للمجلس فبالتالي اليوم الانفراجة التي حدثت بخصوص طرح مرشح اليوم نحن لا نحتاج الى تعديل النظام الداخلي للمجلس النواب اصبح مرشحنا جاهزا وموجودا وداعمونا له نحن بالتالي السيد محمود المشهداني حصل على بعض ربا القوى السياسية في جلسة الانتخاب في الجولة الاولى حصل على قوة بعض الاطراف فبالتالي بعد دعم حزب تقدم وبعد تكوين هذا التحالف اصبح السيد المشهداني هو المرشح الابرز ولا اعتقد بان هناك حظوب في حرقة الامر بخصوص المرشح الاخر السيد سالم السيد محمود المشهداني هو المرشح الاوفر حبا الذي سينال مقبولية كافة الاطراف السياسية من ناحية الاجماع لتسنمه منصب رئاسة البرلمان اكد تحالف نبني عزمى الاطار التسقيق حصم ملف رئيس مجلس النواب في اسرع وقت ممكن وقال النائب عن التحالف سالم العنبقي ان الاطراف السنية اخفقت في توحيد موقفها لاختيار مرشحا لرئاسة المجلس الامر الذي دفع الاطار للتدخل بمنح الكتل السنية مهلة اسبوع لحسم امرها باتجاه احد المرشحين سالم العساوي او محمود المشهداني ومبينا انه في حال استمر الخلاف حول المنصب سيترك الموضوع حينها لعضاء البيت التشرائي لانهاء الملف من خلال التصويت على المرشحين تقترب عقدة رئاسة البرلمان من الحل بعد تشاوك طال عمده لاشهر عدة بوادر الاتفاق المبدئي داخل البيت السياسي السنية والمناخ السياسي العام نتابعه مع فقار فاضل اتفاق شبه نهائي بين القوى السياسية السنية لا سيما بعد انضمام كتلة الصدارة الى تحالف تقدم بزعمة محمد الحلبوسي لتقديم مرشحها محمود المشهداني الى حلبة التنافس مع النائبين المرشحين سالم العساوي وطلال الزوبعي في جلسة انتخاب الرئيس المقررة السبت المقبل في وقت تتضخم التكاهنات بمن يحظى بالفوز ومن يعترض ومن يرى سيناريو كسر نصاب الجلسة بلسما لاستمرار الازمة اللقاء كان ما بين حزب تقدم والصدارة والصدارة طبعا اعلنت عن انضواء تحالفه او تفاهمه مع حزب تقدم توقعات انه ربما سيكون هناك تحريك للمياه الراكدة لكن اعتقد ان الامور لم تحسم لحد هذه اللحظة فربما اذا هذا الاسبوع لم يحسم هذا الامر اعتقد انه سيوجل وسنذهب الى الفصل التشريعي القادم والى الان لم تخرج القوى السنية من قوقعة الخلاف على منصب الرئاسة خاصة انها لتزال واقفة على ارضية توافقية هشة لكنها ادركت نفاد مهلة الاطار التنسيقي قد يجعلها في اخر السربي بعد تربع النائب الاول على عرش الرئاسة لحد الان حسب النظام الداخلي وحسب ايضا التقارير هناك اذا ما ذهبنا الى هيئة رئاسة هناك توجد هيئة رئاسة واذ ما ذهبنا الى قضية الرئيس والنائب حسب النظام الداخلي نائب الرئيس في حال غياب الرئيس تكون له الصلاحيات الكاملة بعقد الجلسات واتخاذ القرارات او التصويت على التشريعات وتمريرها وبالتالي انا اعتقد القصور هو ليس قصورا لعدم وجود رئيس مجلس النوم العراق وقد تكون الاتفاقات الاخيرة بين القوى السنية هي الفصل الاخير لمسلسل انتخاب رئيس جديد للبرلمان لكن على ما يبدو ان الجدل على شخصية البطل الفائز سيبقى مستمرا من العاصمة بغداد فقار فاضل الرابعة شدد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيء السوداني على ضرورة العمل الجماعي لحل اي ملفات مؤجلة تتعلق بكاركوكا السوداني وخلال لقائه وفد انضام ممثلين على ابناء المكونة التركمانية وجه بتشكيل لجنة لمتابعة الخدمات والطلبات والقرارات الخاصة بالمحافظة كما وشهد اللقاء بحث ومنقشة ملف مشاكل الاراضي المصادرة ابان النظام السابق كشف النائب راعد الدهلك عن مفاوضات وتقارب بوجهات النظر لحسم منصب محافظة ديال الدهلك وفي حديث لبرنامج من جهة الرابعة اشار الى ان عدم توافق الاطار التسقي في المحافظة اثر في حسم هذا الملف حتى الان الخلاف الاطاري وهي لأول مرة يعني سابق خطيرة لانه اليوم الاطاري تدخل في محافظة ديالة ما كان يلا تدخل في المحافظة لعشان كانت بدرة محافظة؟ كان كتر سياسية هو بدرة شون اخذت المحافظة كان الساد المجمع عامر مجمعي محافظة وتم استجوابها والمفروض يبدل لكن كانت وقتها معارق داعش والبرف الامني وهالي التفاصيل وصار الساد المثنى محافظة وهو كان اصلا استحقاق سنة لذلك اليوم هناك تفاوضات هناك تقارب وجهة النظر هسه وين ترسل المركب؟ لكن انا اعتقد لحد هذه اللحظة هي طريقين واضح بالنسبة لنا كسنة طريقا واضح ناخذ المحافظة نこれで عدد عدد من ثم لا ناخذ المحافظة ممكن لا يأتي يكمل ويعى العدد للاخرية حتى ال العشرة يمكن لا يحضر وإذا لم تكملنا العدد لا تحتنا ولا يك suits us U Bookrophy فالطريق الثاني أيضا はい اللي هو 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 الثاني سلتيان السلاء الثانية التي تكون من السلاء الأولى المحافظة ونائب رأيس المجلس المحافظة والسلاء الثانية رئيس المجلس المحافظة ونائب بين المحافظة وقاعد الشرطة هذا سلتيان بزين ومتفاهمين عليها لكن الخلاف والاختلاف لا يكون بالإطار قدم المكون المساحي في أقليم كردستان الدعوة لدى المحكمة الاتحادية على انفوضية الانتخابات بشأن عدم مراعاة تمثيل المكون في انتخابات برلمان الأقليم وطالب المكون المساحي المحكمة الاتحادية الحكمة بعدم دستورية المادة 2 من نظام تسجيل المرشحين والإعاز بتخصيص كوت المكون المساحي بخمسة مقاعد حيث يتنافس عليها مرشحي المكون واعتبار الأقليم دائرة واحدة أكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشياء السوداني أن أحدهم معيين رفع الكفاءة هو مواجهة الفساد السوداني خلال رعايته حفلة خارج الدورة الأولى للمعهد العالي لأعداد وتأهيل القادة أشار إلى استمرار هذا البرنامج الذي يمثل جزءا مهما من خطط الحكومة لتطوير العمل الإداري والقضاء على الفساد تحدي المهم الفساد من السهل علينا أنه نحقق ونقصر ونحيل أو نأخذ ملاحظات من ديوان الرقابة أو أخبار ونحيلها للنزاهة وتروح للمحاكم هذا إجراء ممكن بسوء هذا أقصى إجراء لأن هذا بخسارة للموظف وإحنا كنا نتحمل مسؤولية شنهي المسؤولية؟ المسؤولية أنه يكون نتابع الموظف يكون سلامة الإجراءات وخصوصا قضايا الصرف والأموال والمغريات نفس أماره بالسوء إلا ما رحمه ربي مرات الإنسان يضعف وجوز كنا هنا مرينة في حالة من الضعف في عوز في ضموح في كذا لا هذه القضية ممكن عادية ما بها شكال يوقع الموظف والآن الفاسدين يتفننون في محاولات الإغراء والالتفاف على الموظف فإحنا دورنا كمسؤولين على معياتنا كنا نحافظ على موظفين رجحت وزارة تغطيط تصويت مجلس الوزراء على جداول الموازنة نهاية الأسبوع الجاري وإرسالها إلى البرلمان وكل الوزارة للشؤون الفنية ماهر جوهان قال أن الوزارة أكملت جميع البرامج المتعلقة بالموازنة وأرسلتها إلى المالية متوقعا أن يشهد الأسبوع الحالية مناقشتها والتصويت عليها حسب توجه أو توجه رئيس مجلس الوزراء قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ربين سلام أن الخلافات بين الأقليم الاتحادية الحكومية مستمرة سلام خلال استضافته في نشط سابق أضافنا الأقليم لم يبيع النفط من أذار الماضي وخاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص وزيرة المالية في تصريحها اليوم أشارت بأنه أين واردات النفط واردات النفط أنتوا اشتكيتوا على أقليم كردستان وبرميل واحد نفط لم يتم إرسالها منذ شهر آذار الماضي 15 آذار الماضي لم يتم بيع أي أعداد من البراميل النفطية وهذا من جهة ومن جهة أخرى مسألة التوطين قالوا بأنه تي بي آي مصرف التجارة العراقية تي بي آي يكون مساهما ومعترفا بها من قبل الحكومة الاتحادية وأيضا من قبل حكومة دي قليم كردستان مغبول وأصبح جزءا من مشروع حسابي فالآن لا توجد أي أعداد فالعملية مستمرة العراق أكثر من ستة سبعة سنوات يلا استطاع بأنه يقوم بتكملة مسألة توطين الرواتب الموظفين تحرص بغداد وأربيل على وضع سيغة توافقية تنهي مسلسل الخلافات المزمنة بين الطرفين فحوى زيارة رئيس الجمهورية للأقليم والملفات التي طرحت رصدها مرسلنا هناك أبو طالب البحية في هذا التقرير على امتداد الساعات التي قضاها الرئيس العراقي في أربيل خلال اليومين الماضيين فإن مساحة واسعة من وقته كرست للقاء القادة السياسيين هنا فآمال الرئاستين في بغداد وأربيل معقودة على قبول صيغة توافقية بين القوى السياسية الكردية بشأن الانتخابات البرلمانية لمجلس نواب الإقليم أمر شكل فحوى أغلب حوارات رشيد في صالونات عاصمة الإقليم السياسية الرجل الشخص السياسي له ماضي له علاقة جيدة في كل بستان أنا متأكد لو بذل جهوده في علاقة الاتجاه تقريب الوجهات النظر سيكون جيد جدا الموضوع كما أشرت الجنابك تقنيا مؤجر ليش؟ المحكمة الاتحادية أوقف العمل المفوضية التجاذبات السياسية بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين والانعطافات القاسية في علاقتهما خلال الفترة الأخيرة وعدم موضيهما نحو مربع شراكات سياسية وطيدة ضخم تساؤلات المراقبين عن مصير وحدة الإقليم وشكل هيئاته السياسية وبنيته الدستورية تأخير الانتخابات في هذه المرحلة ستضر بأقليم كردستان كثيرا وستضعف موقف حكومة الأقليم وموقف الشعب وحتى ستهدد كيان الفيدرالي لأقليم كردستان أمام بغداد زيارة رشيد إلى أربيل لم تقتصر على مناقشة الشأن الداخلي الأبرز في الإقليم متمثلا بالاستحقاق التشريعي المنتظر بل تجاوزت ذلك نحو ضرورة استمرار تمتين العلاقات بين بغداد وأربيل والتي شهدت تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية ما أن يعلنوا عن حراك سياسي في الإقليم كزيارة لمسؤولين من بغداد أو آخرين أمميين أو دبلوماسيين فإن الانتخابات التشريعية التي طال انتظارها ستكون حاضرة في أجواء أي لقاء مسعد جميع في ذلك عدم تحول هذا الاستحقاق إلى جدار تصطدم فيه أمنيات الناس هنا أمنياتهم بالأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي من أربيل أبو طالب البحية الرابعة اتعام عضو تحالف نواب شرق القناة نائب كامل الحيدري الجهات الخدمية بإهمال مناطق شرق العاصمة وعدم تأهيلها منذ أكثر من عقد الحيدري في خلال استضافته في نشرة سابقة أضافاً أمانة بغداد تتحجج دائماً بعدم وجود الأموال لعادة تطوير تلك المناطق ما الواضح من قبل أمانة بغداد مناطق العبيدي والرئاسة والشهداء ومناطق حين نصر الأزقة الداخلية بقية متروكة هناك تخطيط لم يكن مستوى عندما أحلى 777 شارع 77 متروك عملت به الأمانة وتركته هناك أكثر من منطقة تعاني من الحرمان في هذه المناطق إحنا لاحظنا أمانة بغداد تعمل بجانب الكارخ مناطق أخرى لم تعمل بنفس هذا المستوى في هذه المناطق علم أن هذه ضمن التقصيصات والتقسيمات المروض تقسم هذه الأموال بالتساوي على كافة مناطق بغداد وللنهوض ضمن حدود أمانة بغداد دائماً تلقين الطفح والفيضانات أثناء الأمطار في مناطق البلديات العبيدي هذه المناطق عدم وجود بها بلنا تعطيها بصورة صحيحة أمانة بغداد لم تطور هذه المناطق من عام 2010 وحتى الآن هناك مناطق سكان كثيرة في العبيدي العبيدي والرئاسة والشهداء مناطق تحتاج للخدمة موجودة لها يعني حينما تسألينهم يقول لكم تخصيص مالي بس من تجدين أمانة بغداد تعمل بغير مناطق أعلنت وزارة الكهرباء توفير طاقة بأسعار مدعومة لعدة فئات بين المواطنين وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى إن الكهرباء لا تباع للمواطنين وأصحاب المصالحات تجارية بسعر الكلفة بل بأسعار مدعومة حكوميا لتشجيع المنتج الوطني وتحقيق بيئة جادبة للاستثمار وبجنا أن الوزارة تسعى لدعم مختلف الاستخدامات سواء كانت صناعية أو زراعية أو تجارية أو حتى سكانية تعاني واسط طوال السنين الماضية من سوء تجهيز الطاقة الكهربائية لسيما مع ارتفاع درجات الحرارة مراسلنا في المحافظة سجاد العطيق رصد لنا إجراءات الوزارة في هذا الصدد والاستعدادات في هذا التقرير لموسم صيف الله ببغية الخلاص من مشكلة الانقطاعات المتكررة للطاقة الكهربائية بحجة الوقود والصيانة للوحدات التوليدية يقول وكيل وزير الكهرباء أنها انتهت بعد التعاقد على تجهيز الغاز لخمس سنوات قادمة وتنفيذ عمليات الصيانة في وقت سابق الصيانة جاء للأسف تأخرنا بسبب قطع الغاز فاضطرنا أن نشغل هذه المحاطات لنجهز المواصلين بالطاقة العمل جاء إن شاء الله الوحدات تدخل عمل تباعاً يوم 15-17 إلى بداية الشهر القادم واحدة ستة تدخل آخر وحدة هي واحدة السادسة كما الاتفاق مع جانب إيراني وقعنا اتفاقي للتجهيز الغاز إيراني لمدة خمس سنوات واتفقنا على الكميات والكميات جيدة إن شاء الله تجهز محاطاتنا في الوسط وجنوب العراق ونتأمل إن شاء الله هذا الصيف يكون الصيف جيد ومستقر والموضوع تكون مستقرة يقول معنيون في وزارة الكهرباء أن حصة محافظة الواسط من التجهيز هي مسؤولية مديرية توزيع كهرباء الوسط وأنها معنية في الانتاج فقط حصة واصم الطاقة الكهربائية يعني ما متعلقة بشركات الانتاج سواء كانت تاج الوسط ولا شركات الأخرى لكون موضوع المحاطات جميعها الصف في الشبكة الوطنية واللي مسؤول على موضوع توزيع الأحمال هي للمناطق السكنية هي السيطرة والتحكم من خلال كميات الطاقة الكهربائية المتوفرة بالإضافة لأحمال المستحقة لهذه المحافظات إضافة إلى أنه قدرة الشبكة المحلية على تحملها على استلام وتوزيع الأحمال واسطة التي تجهز المنظومة الوطنية بثلث طاقتها تعاني بين الفينة والأخرى من قلة ساعة التجهيز أمر يقول معنيون أن ضعف الشبكات وثقل الأحمال يساعد في تكرار وزيادة ذلك الانقطاع من مدينة الكوسجة العطية الرابعة نظام العشرات من أصحاب العقود في دائرة الصحة ميسان وقفة احتجاجية أمام مستشفى الشهيد الصدر التعليمي حيث طالبوا بتثبيتهم على الملاك الدائم مساواتا بأقرانهم ترجت هذا اليوم المبارك وصباح هذا اليوم عقود مستشفى الشهيد الصدر التعليمي في دائرة الصحة ميسان مطالبين بتثبيتنا على الملاك الدائم قرار 315 ما بعد 12 نناشد دولة رئيس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني بإنصاف هذه الشريحة المظلومة كان العدد 760 تم شمولهم بالملاك الدائم وأحنا بقينا 255 عائلة لم نستسمل هذا التثبيت الملاك الدائم فنناشد الشرفاء والغيارة ومن خلال قنواتكم الموقرة بإنصافنا وإيصال صوتنا إلى دولة رئيس الوزراء شمالنا قرار 315 قسم تثبتها تقسم ما تثبت ليش نحن نريد الحق نحن نشتكل مظلوماتنا عد رئيس الوزراء وعد مجلس محافظة وعد المحافظ نريدهم يشوفون شغلتنا شي نحن هسا قسم من عدنا مواليد كبار مثل عمك هسا أردا تطلع تقاعد يا لطلعني ونحن نتمنى من دولة رئيس الوزراء ووزير الصحة تثبيت لأننا نحن كل مدة نطلع مظاهرات وماكو نتيجة نحن المرة مصررين نتيجة بين التثبيت ولا غير التثبيت نحن نسعاني من سأل عارض 2014 بالخدمة أجور يومي ووضع المعيشي يوم عن يوم يصعد ونحن ناشد دولة رئيس الوزراء ينظر لها عائم ناشد جدد العراق تثبيت موقفه بنائي عن بعض العبارات والمصطلحات في قرار مجلس الأمن الاعتراف بدولة فلسطين القائم بالعمل المؤقت للممثلية دائمية للعراق لدى الأمم المتحدة عباس كاظم قال خلال الجلسة الاستثنائية لجمعية الأمم المتحدة حيث أشار إلى انضمام العراق ورعايته للقرار الذي قدمته المجموعة العربية مؤكدا على أهمية انضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة ومنحها العضوية الكاملة وفقا لميثاق الأمم المتحدة كشفت مصادر أمريكية عن تحشيدات كبيرة للاحتلال الإسرائيلي قرب رفح استعدادا لشن عملية برية واسعة المصادر ذكرت أن إسرائيل شنت هجوما شاملا على المدينة المكتظة بالنزحين فأن ذلك سيمثل تحديا مباشرا لإدارة بايدن التي حذرت مرارا من شن العملية البرية حضرت منظمات حقوقية وأممية من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة بسبب إغلاق المعابر ونقص الوقود والإمدادات الطبية والغذاء وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قطاع غزة لا يوجد فيه مكان آمن يذهب إليه الناس مطالبة للمجتمع الدولي بالتحرك لمناع وقوع مزيد من الفضائع وبدورها قالت منظمة أطباء بلا حدود إن الوضع في رفح حرج والإمدادات الحيوية تنخافض بشكل خطير خاصة الإمدادات الطبية التي أصبحت على وشك النفاذ شن الأحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على جنوب لبنان في وقت هاجم فيه حزب الله بمسيرات مواقع إسرائيلية قرب الحدود وبحسب مراسلة الرابعة في النجاش الأحتلال شن غارتين اثنتين على بلدة كفر كلا جنوب لبنان وشن غارتين أيضا على بلدة الخيام من جهة يعلن حزب الله تنفيذ هجمات على أهداف إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية بسرب من المسيرات أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن تقويم نتائج الحرب يؤكد ثمة اجتماعا على الفشل في الاحتلال الإسرائيلي وفي كلمة ألقاها بالذكرى الثامنة لاستشهاد القائد مصطفى بدر الدين قال نصر الله أن المسألة لا تقتصر فقط على الفشل الإسرائيلي لتحقيق الأهداف بل أيضا في مزيد من الخسائر الاستراتيجية في الأهداف المعلنة والمضمرة اليوم شهر الثامن أنا نصيحتي لكل الذين يتابعون الشعب اللبناني شعب فلسطيني شعوب منطقة شعوب العالم إذا أردنا أن نقيم النتائج أو الأحداث أو الوقائع علينا أولا أن نذهب إلى الميدان نرى ما يجري في الميدان في الحقيقة في العالم الواقعي وليس في العالم الافتراضي واثنين ما يقوله العدو ما يقوله العدو بل المعرك معه ما يقوله وأساؤه وزراؤه جنرالاته الحاليون والسابقون خبراؤه معلقوه كتابه شارعه ناسه العاديون هني شو عم بيقوله تصريحاتهم بواقفهم مؤابلاتهم مقالاتهم استطلاعات رأي من هون منيجي منقيم بآخر خطاب في ناس علقوا قالوا السيد عم يستشهد بما يقوله العدو ما هذا ما بيعرفه لا سياسي ولا شعر ولا أدب عربي ولا تعريخ أنه من زمان من نحن وصغر من نحفظ هذا الشعر والفضل ما شاهدت به الأعداء في الختام هذا تذكير بأبرز العنوين بينهم آمر بالجيش استشهاد مقاتلين بتعرض إرهابي في ديالة والحجد يكثف انتشاره باتجاه صلاح الدين البرلمان يقترب من انتخاب رئيسه تقدم يعد المشهدان الأوفر حظا والإطار يتجه لحصم الملف سريعا مع النأي عن بعض المصطلحات العراق يدعم إقامة دولة فلسطين والاحتلال يحشد الاجتياح رفح ختام النشرة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة